بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي أبناء وبنات شعب العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام يمر وطننا مثل باقي العالم بظروف استثنائية صعبة تستجعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائيا وهذا ليس على الأردنيين بالغريب أو المستحيل فما عهدي بكم إخواني وأخواتي إلا على مستوى المسؤولية وإنتوا قدها وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز بما شئت الله هذه الظروف لقد علمتني مدرسة الجندية أهمية أن تكون خطتنا استباقية ولهذا ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الإنظار العالمي ضد وباء فيروس الكورونا وجهت الحكومة وقواتنا المسلحة وأجزتنا الأمنية للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية ولتشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء أو فقدان السيطرة عليه لصبح الله وقد رأينا جميعا في الأسبوع الأخيرة إخواننا وأخواتنا الأردنيين في كل مواقعهم يرتقون بأدائهم ويصلون الليلة بالنهار في مواجهة هذا الخطر ويقفون صفا واحدا مع إخوانهم وأخواتهم في قواتنا المسلحة وقفة عنوانها كرامة الإنسان الأردني الكرامة التي قاتل وضحى من أجلها الأردنيون جميعا وفي مقدمتهم الشهداء والنشام أبناء الجيش العربي والأجزة الأمنية الذين نذكرهم بالفخر والاعتزاز في ذكرى ماركة الكرامة الخالدة واليوم أتوجه إليكم أنتم إخواني وأخواتي عائلتي الكبيرة أبناء شعبي الذين أستمدوا منهم كل العزيمة اليوم كل واحد منكم جندي لهذا الحمى كل من موقعه وأطلب منكم بصوت الأب لأبنائه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية فلنرتقي بمسولية حماية الوطن الذي نحب فلنتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها في هذه الأيام وإننا إذ نستمد الشعور بالبركة من مناسبة الإصراء والمعراج في ليلة من أيامنا هذه فإننا نستذكر حديث جدي الأعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنياني المرصوص يشد بعضه بعضا فقد كان الأردني دائما لأخيه الأردني سندا وسيظل لوطنه درعا وأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويحفظ الأردن وأن يبارك في جهود المخلصين من أبنائه في كل مواقعهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر